تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا التقرير السنوي لأعمال مجلسي الشورى والنواب لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس جاء ذلك خلال استقبال جلالته هذا اليوم في قصر الاسخير معالي السيدة فوزية بن عبدالله زينة رئيسة مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ونواب رئيسي المجلسين والذين رفعوا لجلالته التقرير السنوي وخلال اللقاء عرب جلالة الملك المعظم عن شكره وتقديره لرئيسي مجلسي الشورى والنواب على جهدهما المخلصة والموافقة خلال أدوار الانعقاد الأربعة وما تحقق من إنجازات مهمة لتعزيز النهج الديمقراطي لما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن معربا جلالته عن الاعتزاز بالدور الفاعل للسلطة التشريعية في دعم المسيرة التنمية الحضارية والدفاع عن مصالح الوطن العليا وتوثيق علاقات التعاون مع مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة وأضف جلالته حفظه الله أن البحرين أسرة واحدة مترابطة وأن أهلها أهل خير وطيبة يشهد بكرم خلقهم القاصي والداني وأن مسيرة البحرين تتطور باستمرار في كافة المجالات نحو الأفضل لما فيه خير مصلحة الوطن والمواطن مضيفا جلالته أن البحرين لها تاريخ عريق وحاضر متطور في جميع الميادين وحققة العديد من الإنجازات الكبيرة ونسعى معا بعون الله دائما إلى مستقبل المشرق أفضل كما نوها جلالته بما تضمنه تقرير مجلسي الشورى والنواب من إنجازات وأفكار بناءة لتطوير الأداء التشريعي والرقابي وبمستوى التعاون والتنسيق المتقدم والمثمر بين السلطتين وعملهم البناء بما يخدم المسيرة المباركة كما تطرق جلالته إلى الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة متطلعا إلى فصل تشريعي سادس يتم فيه مواصلة تحقيق المزيد من المكتسبات التي تخدم مسيرة التنمية وتعزز الاقتصاد الوطني مثنيا جلالته على عطاء أبناء البحرين المخلص وتكاتفهم في خدمة وطنهم ورفع رايته في كل الميادين والمحافل الدولية وأكدت معالي رئيسة مجلس النواب أن الرؤى السامية والدعم المبارك من لدن جلالته يمثل دائما الدافع الأسمى للعمل الوطني من أجل تحقيق الطموحات التنموية الرفيعة والإنجازات الثرية التي شكلت الوجه الحضاري والتقدم العصري لدولة المؤسسات والقانون وعلى صعيد ذات صلة تشرفت معاليها بإهداء حضرة صاحب الجلال الملك المعظم رعاه الله نسخة من الدليل البرلمني للأدوات التشريعية والرقابية من جانبه أكد معالي رئيس مجلس الشورى أن ما تحظى به السلطة التشريعية من دعم ومساندة مشهودة من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يعد ركيزة رئيسية لمواصلة العمل وبذل الجهود للبناء على ما تحقق من إنجازات ونجاحات في مسيرة العمل التشريعي خلال الفصول التشريعية الماضية اشتركوا في القناة